السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هادم لكم النهاردة تفسير رؤية طفل مكفى في المنام رؤية المتزوجة طفل مكفى في منامها بشارة لها بالستر والعفة والله عالم الغيب أما في حرق الطفل ميت مكفى علامة على تبدل أوضاعها للأفضل إن شاء الله رؤية طفل مكفى للمتزوجة دلالة على شعورها بحالة من السعادة والرضى والاستقرار الأسري أيضا دلالة على زوال الهموم والأحزان التي كانت تعاني منها في حياتها كما قد تدل تلك الرؤية في منام المتزوجة لانتهاء جميع مشاكلها وخلافاتها مع زوجها إذا رأت العزباء في منامها طفل صغير داخل كفنه فتلك تكون إشارة إلى زواجها عن قريب إن شاء الله وأن الله يرزق تلك الفتاة الستر والعفة أيضا الرؤية تدل على التغيرات الإيجابية في حياة صاحبة الرؤية التي سوف تحصل عن قريب ورؤية دفن طفل صغير كان مكفى تدل الرؤية والله أعلم على انتهاء المشاكل إذا رأى النائم طفلا ميتا في كفا أبيض علامة على الإخفاء والعفة والخير العظيم رؤية طفل مكفى في المنام للمرأة الحامل يشير إلى التغيرات الإيجابية التي سوف تحدث في حياة الرائية خلال الفترة القادمة البكاء الشديد على الطفل المكفى للحامل تدل على تخلصها من الضغوطات التي كانت تتعرض لها خلال الفترة الماضية وأنها سوف تحظى بحياة هادئة إذا شهادت المطلقة طفل ميت ومكفى فيرمز إلى شعورها بالوحدة بسبب انفصلها عن زوجها وانتقالها لمرحلة جديدة فرؤية الطفل الميت وهو مكفى رؤية محمودة حيث أنها تبشر الرائي بتبدل حياة للأفضل إن شاء الله وإلى هنا تنتهى حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة